السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات قناة فكرة ومعلومة بس في الأول لو سمحتم أعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس ونتمنى إن شاء الله نفيدكم في الموضوع ده موضوع الحلقة النهاردة عن إزاي أعمل جدول استعلام على برنامج مايكروسوفت أكسز ألفين وعشرة كتير بيشتكي من صعوبة البرنامج لكن هو مش صعب على حاجة آآ الفكرة في الأكسز إنك بتنشئ جدول وبعدين تنشئ استعلام مبني على هذا الجدول بمعنى إنه بيبقى عندك جدول مسلا مكون من مجموعة من الحقول دي اسمها فيلس أو الحقول الخاصة بالجدول والمفترض إن حضرتك أنشأت الجدول وحاليا أنت مستعد لعمل استعلام على هذا الجدول إيه الخطوات؟ بنضغط على التبويب create الخاص بالإنشاء وبعدين نختار query الاستعلام يعني query يأما query wizard يا query design الاتنين يصلحوا لإنشاء الاستعلام ولكن الطريقة الأسهل هي query wizard اللي هي بتبقى عن طريق قوايم بتسلم لبعضها next 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 وهكذا وعايز أأكد تاني إن علشان حضرتك أو حضرتك تنشئ جدول استعلام لازم يكون عندك جدول موجود بالفعل زي table 1 اللي معانا هنا في ID حقل المسلسل أو الحقل الرئيسي اللي بيتم فيه ترقيم السجلات وفي الاستنيم الاسم الأول لاستنيم الاسم الأخير أو اسم العيلة age العمر أو السن salary الراتب date of birth تاريخ الميلاد URL الخاص بعمل ارتباط تشعبي لصفحة نفس المستخدم على النت أو على الفيسبوك so and so طيب المفروض إن حضرتك بتنشئ الجدول الجدول موجود شئ بالفعل هنتجه بعد كده لcreate ونختار query wizard click عليها هيقول لي you must save the table table 1 before you can create a new object based on it يعني لازم تحفظ تعمل save أو حفظ للtable بتاعك هقول له yes وتسميه مثلا table 1 ممكن نسميه كده أو نعيد تسميته مثلا نقول my table ونصيحة لما تيجي تاخد مسافة بين الكلام وبعضه لو معك المتين أو أكتر استخدم بلاش المسافة العادية إذا تكرمت عشان ما يبقاش فيه spaces أو فراغات في الكلام بتاعك أوكي كده خطوة حفظ الجدول انتهت بالاسم my table لو لاحظته الاسم تغير عندي في الجنب الشمال الخاص بال الأيتم أو الأوبجيكتز بتاعك برنامج الأكسس ننتقل الخطوات نفسها بقى الخاصة بإنشاء الكويري الجديد هنختار simple query wizard simple يعني بسيط وكويري الاستعلام هنعمل الاستعلام بسيط على ال table بتاعنا بنتأكد ان ال selection معمول على الاختيار الأول وبنضغط OK الخطوة اللي بعد كده هي اختيار الجدول والحقول بتاعته اللي محتاجها داخل الاستعلام خلوا بالكم الجزء الفؤاني ده أو التبويب أو ممكن نقول القائمة المنسدلة الكامبو بوكس اللي فتحت معنا دي بيبقى فيها الحقول المنشأة داخل قعدة البيانات سيادتك بتعمل click وتختار جدول منهم أو استعلام لو انت عندك استعلامات بتختار العنصر اللي انت عايزه أو الجدول بيتفرط العقدة تحت زي ما انتوا شايفين كل محتويات ال table موجودة عندي اللي انا عملتها already من الجدول الاولاني فاضل بقى ان انت تختار مين يا ترى اللي هيبقى معاك في الجنب اليمين الجنب اليمين ده خاص بالاستعلام يعني انت بتحدد الحقول المستخدمة داخل جدول الاستعلام في الخطوة دي بclick على سهم واحد بينتقله معاك واحد بواحد ولو رجعت الاتجاه المعاكس يرجعهم لك تاني ولو ضغطت سهمين يروحوا كلهم وسهمين اللي تحت خالص دول يرجعوا كلهم هو بيديك امكانية اختيار الحقل اللي انت عايزه داخل استعلامك انا هختار الاي دي first last name والسالري عايزي بقى في انتقاء كده اخترنا الحقول اللي احنا عايزينها واي حق لحضرتك بتختاره من على الشمال بيتنقل على يمين كده بقى في جيبك خلاص بقى معاك نضغط next حيسألك حيديك اتنين radio buttons عايز detail ولا summary detail يعني تفصيلي summary يعني مختصر انا هقول له detail عشان يبقى كل التفاصيل متاحة تحت ايدينا next خلوا بالكم كلمة wizard بتباني هنا خطوة بتسلم خطوة next 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 اللي انتوا كلكم بتحبوها وانا كمان الحقيقة next خطوة دي بقى بقول لي what title do you want for your query يعني ايه العنوان اللي انت عايزه للكوري بتاعك تحب تسميه ايه هو اقترح my table query انا ممكن امسح الاسم ده واخذ اسميه بالعربي مسلا استعلام عن مركز 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 الفؤاد التعليمي مثلا واختار بقى من تحت هل عايز اعمل open فتح على طول ولا modify the query design تعديل للتصميم نصيح نصيحتي اختار modify وقول له بقى هات كزا وسيب كزا هنقول modify معلش انا بطول شوية بس نفهم سوا ونسمع بعض finish finish لما تضغط عليها انت كده خلصت لو لاحظتم اه في الخانة بتاعت الكويرز بقى فيه اسم جديد اسمه استعلام عن مركز الفؤاد التعليمي بصوا بقى تحت لو نزلنا تحت كتير ها شوفوا جايب لي كل الحقول اللي انا اخترتها first last salary وهكزا احنا بعد اذنك هنصغر resolution شوية علشان الصورة تبان يعني كلها ان الصورة للأسف مش مكافية البرنامج كبير ومش مكافي معي keep changes اه بصوا بقى ظهرت معي تحت details اكتر ملاحظين عندي ال id first name last name salary وفي حلوة لابد ايه الحقل شغال معي بس خلو بالك هو كده كله بيجي معاه يعني كل البيانات اللي داخل حقل the id advocacy last وال salary حتظهر كاملة لكن عشان اقوله استعلم عن فلان الفلاني حنزل تحت الحقل بتاعه قصاد الكريتيريا قصاد الكريتيريا واكتب مثلا محمود واجي في اللاست نيم اكتب الرجالي محمود الرجالي خلوا بالكوا انا قصاد مين الكريتيريا هي دي الفكرة لما تيجي تكتب بيان عايزه يطلع في الاستعلام يعني سيادتك بتستعلم عن شخص اسمه الاولاني محمود واسمه الاخراني الرجالي لازت نيم لازم تتأكد ان انت قصاد كريتيريا كريتيريا دي هي معيار الاستعلام دي المصفة اللي بتقدر تتحددلك هاخد مين من حقل الفلاني نيم وهاخد مين من حقل اللاست نيم وهكذا اتفقنا دي كانت الفكرة الرئيسية للإستعلام طبعا انا ممكن اغير معياري يعني اقدر اقول له هاتل السالري بتاعه مسلا 1000 جنيه برضو حنزل تحت السلري واكتب 1000 جنيه بحيث تبقصات كلمة كريتريا ونصيحة بلاش تزود في الكريتريا او بلاش تزود في المعايير ده بيقلل نتائج الاستعلام حاول دايما تجيب نتائج اكتر في الاستعلام يعني قدامك اكتر من حاجة وممكن تشتغل في السلري على الجريتر واللزان يعني ممكن تعمل كده تمسح وتقول مثلا علامة الاكبر من طبعا بنضغط alt shift وبنكتب مثلا 500 دي معناها ان السلري هيكون اكبر من 500 جنيه يعني انت ممكن تشتغل بعلامة الاكبر والاصغر من او ممكن تعكس تقول اقل من 2000 مثلا فحيجب لك الشخص اللي اسمه محمود الرجيلي وفي نفس الوقت داخله اقل من 2000 جنيه محمود ده غلبان او على فكرة وفعلا اقل من 2000 جنيه بس الحمد لله راضي دي الفكرة الرئيسية زي ما قلنا في الاستعلامات تعلمنا ازاي نعمل الاستعلام وتعلمنا زي نبنيه على الجدول الرئيسي بتاعنا وازاي نعدل في الكريتريا بتاعته ومش هطول عليكم وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية نتعلم حاجات تانية في برامج تانية او في الاكسس برضو اتمنى يكون الفيديو فاتكم ونفعكم لانه بجد موضوع مهم جدا بالنسبة للناس اللي محتاجة تعمل استعلامات وما تنسوش يا جماعة لو الفيديو عجبكم تعملونا لايك جميلة كده وشير وسبسكرايب في القناة واتمنى وقت سعيد للجميع كان معكم محمود الرجيلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة